السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم قد نتعلمه الدرس ديال الواحد هاد الدرس هادا انا وضعته خصوصا السيدات المبتدئات اللي بغات اول مرة يعني التعلم فهاد الدرس هادا بسيط وساهل بزاف وتنخدمه به يعني تنحتاجوا صراحة هو هاد الدرس هادا مهم بزاف لان علاش احنا تنحتاجوه من بعد تنحتاجون خدموا به الدرس اللي تنوضعوه يعني في الجوانب ديال الاكمام وفي الجوانب ديال القب وكذلك نقدروا نخدموه به بزاف ديال الخدمات نخدموه به كذلك الجيوب اللي تنوضعوهم في الجلابة المهم هاد الدرس هادا مهم بزاف المبتدئات وكل شيء مهم اول حاجة خصك تتعلمه هي هاد الدرس يعني قبل قاع لبغيتي قاع قبل ما تعلمي الملاقية وذك الشي تعلمي هاد الدرس لاناولي مهم فاول حاجة تنسبت الخيط وتنضرب ضربة في التوب وترجع الخيط في هاد الاتجاه هادا وغادي نرجع بطبيعة الحال هاد الغرزة اللي تكونات عندي وندخل الابرة واللوي الخيط هنا انا عندي الخيط مبروم على 4 شعرات فكليك تبرم على 3 وكليك تبرم على 4 فكل واحدة تبرم العدد اللي بغيت فالان من بعد ما لويت الخيط لتتلويات فغادي نجر الخيط يعني بهدوء حتى نتبت هاد الدرسة اللي عندي اهم حاجة في هاد الدرس هادا اللي تنخدموه هو هو انا يكون مزير باش يجي التابت فلاحظوا معي جيدا كيفاش غا نرجع السبع ديالي اللور دائما باش نتبت هاد الدرسة وتجي واقف فقط اهم حاجة ويجي واقف وتيجي يعني وحد شوية مشوك فترجع دائما نضرب هاديك الغرزة الوسطانية ونجر الخيط بهد الطريقة هادي كنتمنى انه يعني الفيديو يكون واضح فالان شنو غادي ندير غارجع لتوب دائما من اللي تنسالي وهديك الدرسة ترجع للتوب وتنوضع فيه غريزة عادية صغيرة وترجع الخيط في هاد الاتجاه وندخل الابرة ونلوي ثلاثة تلويات على الابرة وتنجر الابرة يعني نخرج الابرة من وسط هادو ثلاثة تلويات ونطلع الابرة للفوق وغادي دائما تندفع بصبعي الاسفل دائما هنا ضروري تستعملوا الاسبوع ديالكم باش تقدروا تتبت هادك الدرسة وتجي واقفة وترجع في هاد الغرزة اللي تكونات عندي في الاول وهي اللي تلوي عليها الخيط وتنوضع عليها غرزة هاده هاده مجرد غرزة عادية جدا فتتخدموها هنا ودائما غادي ارجع للتوب ونجر الابرة ونجر الابرة يعني غرب شوية تجروا الابرة ومن بعد غادي ارجع لهاد المكان هاده بالضبط لاحظوا معي جيدا لهاد الغرزة اللي تكونات عندي وتلوي هناك ثلاثة تلويات هنا ثلاثة تلويات هنا ثلاثة تلويات هنا عدد تلويات كيما قلت لكم ومراها كل خدمة وش حالك اللوي وفيها الخيط يعني مثلا انا تنفضل يعني بحال دبا هنا احنا غادي نخدمو غير الدرس يعني ما غاديش نخدمو فوق من واحد الدرس اللي تيكون عندنا اصلا مصيب فهدشي علاش انا نلوي ثلاثة تلويات ولكن من اللي تنبغي نخدم درس اخر تناخد الخيط نكون مبروم غير على ثلاثة تشعرات وتلوي ثلاثة تلويات ولكن الخيط نبروم على 4 تلوي غير جوجلويات انا هنا لوي ثلاثة تلويات على قبال مثلا اللي بغيتوا تخدموها الدرس في يعني جيوبة مثلا جيب دير جلابة بزافة للنساء تيبغوا وضعوا جيب في الجلابة فخدموه بالخيط تكون مبروم على 4 تشعرات ولوي على ثلاثة تلويات يعني نفس الطريقة اللي انا درتها حتى انتم ما غادي نديروها كذلك اللي كتبغيت تاخد يعني زيوفة اذوك الزيوفة اللي تنديروهم الشعر ديانا فكلي كتبغيت تزيينهم بالدرس فهذا الدرس هذا سهل وبسيط وبالزربة يعني كيطلع فنزيينوا به كذلك زيوف ديانا يعني بزافة النساء تيبغوا زيينوا الزيوفة بهالدرس هذا فهو سهل وبسيط ومهم خصوصا المبتدئات يعني انا وضعته اساسا خصوصا يعني المبتدئات فديما كما قلت لكم في اللول تنوضعوا يعني ثلاثة اللويات وتنجر الخيط وديما تبتوا وحاولوا ان الخدمة تقصحوها يعني زيروا الخدمة مزيان ورجعوا ديما في هاد النقطة الاولى وجروا الخيط بهالطريقة هادي تنجروا الخيط وترجع للتوب تنخدم عليه غريزة وحدة بهالطريقة وترجع في هاد النقطة هادي ومباشرة تلوي الخيط يعني اللوي اللولة والتانية والتالتة والان تنجر الخيط يعني بهالطريقة وترجع ديما بسبع اللور باش تبت عندي هاديك الدرسة مزيان وترجع لهاد الفراغ اللي كيبقى عندي يعني تيولي بين من بعد ما اللي تم على الخدمة تيولي بين فترجع ليه وتلويها يعني هاد بها الطريقة هادي غادي نبقى وغادي المهم كنتمنى ان هاد فيديو هاد ينال اعجاب ديالكم فهدي ما تلوي ثلاثة اللويات وتنطلع الابرق بها الطريقة من وسط هادو ثلاثة اللويات وترجع لاحظوا معي جيداً غاد ارجع لهاد الفراغ اللي عندي او لهاد اللوينا اللي عندي وتلوي الخيط وتنجره فهدي ارجعوا مرة اخرى للتوب ودائماً يعني تنكملوا الغرازي ديالنا بشكل عادي جداً لوي وثلاثة اللويات ونطلعوا الابرق ونرجع يعني دي ما تنستعمل الاصبوع ديالي باش ارجع الخيط لمكان دياله وترجع لهاد الفراغ اللي عندي وتنخدم فيه ودي ما غاد ارجع للتوب مرة اخرى ودائماً غاد نكون هاد الفراغ هاد الغرزة هادي وغرجع العوين اللي عندي وغلوه الخيط ثلاثة اللويات فهنا احنا غاد نستمروا يعني بنفس الطريقة كنتمنى ان هاد الخدمة هادي تكون يعني نالت الإعجاب ديالكم هي ساهلة بزاف ومهمة بزاف في نفس الوقت يعني واحد الحاجة اللي كتكون ساهلة ومهمة يعني من الدروس اي مبتدئة بغت تبدأ الخدمة دياله في الاول فضروري خاصة تبدأ بهاد الدرس هذا وتبدأ التعلم يعني كيفاش الملاقيات اللي كيكونوا غير صغار الواحد يبدأ غير بالحويج اللي تيكونوا بساط وساهلين وصغار وفي نفس الوقت مهمين شوية بشوية الانسان تيتعلم يعني ماشي تشي واحد ما تزاد معلم كما كنقوله موهم شوية بشوية الانسان غاد يتعلم تشي حاجة مصعيبة غير الواحد يبغي يتعلم ارا غاد يتعلم فديما ترجع لهاد النقطة وتلوي ثلاثة تلويات ونخرج الابرة من وسط هاد الثلاثة تلويات ونرجع نهبط يعني هديك الغريزة اللي عندي فاللي كتشوف القناة لأول مرة كنتمنى انه ما تبخلش علينا بالاشتراك في القناة ومتنسوش تفعيل زر الجرس يعني حاولوا انكم تضغطوا على زر الجرس يعني اللي بغيت بطابعة الحال اللي بغيت تضغط على زر الجرس بس غير باش يوصلوا هالفيديوهات يعني مليت اللوحوهم تيوصلوا عند الناس اللي ضغطين على زر الجرس هم اللولين فكنتمنى انه هالفيديو هدينا الاعجاب ديالكم وشكرا على المتابعة ودائما نكملو الخدمة بنفس الطريقة وكنشكر جميع السيدات اللي كيدعموني بالضغط على بالضغط على زر الاعجاب وشكرا على المتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة